صباح الخير النوع جديد تبتكر وتخترع يومياً بعالم السياحة بالعالم الأكتر انتشاراً بأيامنا والأكتر ترندي اليوم هي السياحة الدارك توريزم أي السياحة الداكنة يعني من اسمه مشاهدينا مننقذ ومنفكر أنه شيء كتير بخوف أو كأنه هورر موفي هي فعلياً الهدف والأفكار فكرة من وراها وهدفها مختلف تماماً بلبنان وذات وسط اليوم قررنا ناخدكم باكتشاف لمنطقة كانت وكانت قبل وبعد وأثناء الحرب منطقة ساخنة أو منطقة دقيقة أمنياً عم بحكي عن الهدف لأنها هي مجرد موجودة بمكان والمساحة الجغرافية والمنطقة الاستراتيجية تبعها بتجمع كل منطقة بيروت عم بحكي عن منطقة البشورة الخندق الغميق عون صباح الخير صباح الخير شيرين عفوا أنا صوتي لما نحكي عن دارك توريزم يعني بس استعمال الكلمة مبعرف قدي في عندها هيك في عندها رواب هايد النوع من السياحة وليه سموا دارك توريزم يعني كيف ين يختاروا غير كلمة يمكن نحن معاودين المشاهدين نحكي عن السياحة البيئية والسياحة الزراعية والسياحة المستدامة ونشاركهم صور وفيديوز ومعلومات عن مناطق بلبنان حلوة وخضرة اليوم موضوع الحلقة دارك توريزم مضبوط أول ما نسمعه وتقيل شوي بنقز يعني متمع بتقولي تفكري رايحة تحضر شي هرر يعني بس هو بالمضمون مختلف تماما دارك توريزم هي موضة هلأ صلنا فترة عم نسمع فيها كتير عم تنتشر بالعالم بلشت تقريبا بالتسعينات ما كان اسمها بعد دارك توريزم بس بلشت نعرف عنها بالتسعينات وصار تطور أكتر وصار في طلب كتير عليها بكل بلدان العالم شو هي تحديدا شو الأسباب يعني ليه ممكن يكون في سايح بيحب يروح يزور منطقة تعتبر تحت خانة الدارك توريزم أو السياحة الداكنة السياحة الداكنة هي زيارة مناطق أو أماكن صار فيها مأساة أو صار فيها حرب أو صار فيها تراجدي وصلت على موت لمجموعة من الأشخاص وهالحادث بيكون عادة كتير قوي لدرجة أنه بيأثر بمجتمع بيكامله ببلد أو بالبشرية ككل وبعطي مثل عن هذا الموضوع مثل هيروشيما منطقة هيروشيما أو عم نحكي عن شرنبيل هؤلاء مناطق كتير من زيارة وهيك بلشت يعني الناس مع هالحادث الكتير هالكارسل اللي صارت عم نشوف صور اللي صارت بوقتها يعني كان كان شوي امباكت كتير قوي على الناس والأول ما بلش الناس فيهم يزوروا هيك أماكن راحوا لا يقدروا يشوفوا شو صار ويتذكروا ويفهموا أكتر وفي أماكن تاني يعني حتى اليوم التايتانيك بيعملوا عليها رحلات بغواسات للواحد يوصل ويشوف السفينة الغرقانة ويسمعوا الخبرية يعني جيد مع أنه الكل اللي بيعرفوا شو هي وحضرين الموفي وهيك عم نشوفها على الهواء كيف يعني أنا ممكن كون عندي حشرية أني روح بغواسة لشوف السفينة بس شو ممكن يكون الهدف من أنه أشخاص يحبوا يروحوا يشوفوا مثل منطقة شرنبيل أما شرنبيل عفوا أو أماكن تاني صار فيها هالقدة أمور كتير خطرة أو أمور كتير مئساوية أول سبب أكيد الحشرية الإنسان حشرية بس حشرية اللي يروح يشوف شو صار بهذا المكان يعني وهون عم نشوف كمال الشرنبيل بالصور بيكونوا الناس بيعرفوا أنه صار حادث محدد أو في شي كتير مهم يعني بالتاريخ صار وبدوا يروحوا يشوفوا هالمكان بس هو أعمق من هيك لأنه اليوم لما مروح على هيك مكان صار فيه تراجدي هالمكان هيدا عم نتذكر شو صار وبذات الوقت عم نتعلم عم نتعلم لأنه وعم نتسقف لأنه هيدا شي بأثر بالإنسان مش بس الشخص اللي عايش بالبلاد هيدا بيدق بالإنسانية كلها بالبشرية كلها ومنشوف أنه يعني اليوم باللاوعي طبع الإنسان دايما عم ننبش على هيدا شي لأنه أثر على منشوف هالأماكن هيدا أثرت فينا على مستوى كتير كبير على مستوى عالمي وأكتر شي أعمق شي بهالموضوع هو أنه الإنسان عم بروح عم بشوف أماكن صار فيها موت يعني عم نواجه الموت بس نقيم الحياة عم نعطي قيمة أكتر للحياة لما عم نشوف هيك مكان وعم نتعلم من أغلاط البشرية يعني كل غلطة اليوم عم بتكلفنا كناس على الكرة الأرضية كتير غالة بقى هيدا هدف السياحة يعني هي بتبدأ يمكن حشرية بس لما نروح ونشوف المكان في عبرة من هال الحدث اللي صار بهالمكان لنتعلم يعني بلك أنه تنذكر وما تنعاد بالعمل والعالم أقلت ليك صار تموضى والحلو أنه تحوّل يعني الأدفانتة شبع هيك نوع من السياحة عم بحوّل منطقة صار فيها ذكرى أليمة وبشعة لمحال حلو لمحال في عالم لمحال فرح لمحال في وحيات وإذا منشوف 9-11 بالصورة 9-11 صحيح بال9-11 مثلا لما صارت الحادثة من بعدها حولوا المكان لصار ميموريال صارت بهذا الشكل وفي بارك والناس بتروح بتصلي للناس اللي توفوا بهذا النهار وصار فيه أجار يعني صار محل واحد بيجي عليه ملايين الناس وذات الشي صار بهيروشيما كمان أتحول وصار المكان فيه الواحد يروح يزوره صار أجمل هذا شيء كتير أساسي عم نحول منطقة لشي بوزيتف لشي إيجابي نحنا رحنا بجولة على منطقة البشورة الخندق الغميق ويعني عنا هايك فكرة شوي مش صحيحة عن المنطقة ومازال معالم الحرب الأهلية مازالت موجودة بهالمنطقة بالذات يعني بكسافة المباني بعضها من وقت الحرب منحس أن الحرب قطعت بهذا المكان وتعتبر هاي دي المنطقة إذا فينا نقول تحت خانية السياحة الداكنة مية بالمية أصلاً لبنان بعد ما أخذ حقه بالسياحة ولا بعد فكرنا أنه نبلش بهيك نوع من السياحة بس لبنان عنده بوتانشيل كتير كبير ومهم هيدا نوع من السياحة للبنان وتحديد مثلاً بدي أعطي مثل عن لبنان الخيم اليوم لما تحرر الجنوب وفلو الإسرائيلية من لبنان كل اللبنانية الأكترية طلعوا ليشوفوا وين كانوا هالسجون وكيف كانوا يتصرفوا مع اللبنانية المحبوسين يعني ذات الوقت هو حدث أليم يعني فيه زكرة أليمة بس كمانا عم نشوف المكان وكمانا تسليبريشن وبيروت أكيد عنده القسم الأكبر بهذا الموضوع لأنه ببيروت أول شيء منبلش من تمثيل الشهداء يلي بعبر عن كتير قصص بس ببيروت في كتير معالم وخصيصة منطقة البشورة يلي حنحكي عنا اليوم وهذا أكبر كي مشوف أكتر بالفيديو رح نشوف الفيديو سوا كيف كانت جولتنا بمنطقات البشورة خندق الغميق ونرجع من نتابع منطقة كتير رايقة وشبابة كتير طيبين ما في أطيب من ألبهم وبتفضي أي بات أي محل بيستقبلوك وبيحطوك عرض أخر اشتركوا في القناة يعني اللي جولة بمنطقة البشورة كتير حلوة وتحديدا الخندق الغميق عنا فكرة يمكن سلبية عن المنطقة بس هي فعلا صحيح فكرة داكنة عن المنطقة هو الخندق الغميق حي بمنطقة البشورة بس في تاريخ بيروت بهالمنطقة المبانة الأثرية بتاخد العقل وشفناها وين بتوقع تحديدا هاي المنطقة ببيروت البشورة بتصير بنص بيروت الحدود تبعها هو أربعة هايويز أربعة أتوسترادات عنا الرينج من جهات الغرب بعدين في عنا أتوستراد بشارة الخوري أتوستراد الإسقلال وبعدين عنا ميلة الجنوب أتوستراد سليم سليم هلا محاوطة بهالأربعة أتوسترادات هي ما كانت هيك قبل أكيد هي كانت امتداد لبيروت الطبيعي ما كانت محدودة بهالمنطقة هايدي هلا لنفوت أكتر بتفاصيل البشورة ليش البشورة لها المنطقة فيها تعتبر عامل جذب للدارك توريزن أول شي لأنه كل بيروت صارت تجددت ونعملها رينوفيشن وتعمرت هالمنطقة مفوت عليها بعد من شوف معالم الحرب معالم الحرب الأهلية والحروب اللي قطعنا فيها بلبنان وعم نشوف بالصور يعني المعالم موجودة وواضحة جدا المباني بعدها موجودة ومنشوف أثار الحرب عليها هلا هيدا أهم سبب بقى اليوم السيحة عندما بيجي فيه يشوف معلم مش بناية واحدة عم نحكي منطقة بتفرجينا تاريخ بيروت القديم القليم حتى بس نحكي أكتر شوية عن البيشورة وأهميتها لأنه غير أنه دارك توريزم وبتذكرنا بالحرب الأهلية وشو صار بوقتها بس هي كمان عنده أهمية كتير أهمية من هيك أول شي البيشورة موقع على تلي وبالأردن التاسع عشر سوري التساطعش التاسع عشر بنصه تقريباً عم نحكي بالألف وثمانمية وهيك المنطقة كانت كتير عم تتطور بيروت القديمة كانت كتير مزدهرة التجارة كانت كتير ناشطة وطبيعياً بلشت تكبر والعمران صار يأخذ محل أكبر والتبسع كانت تجاه منطقة البشورة منطقة البشورة كانت في عنا فيلايات قدم فيلايات البنائية التراسي البناء التراسي اللي هلأ صار تراسي في عنا البيوت الصغيرة مع عم نشوف بالصورة هيدا البنائية أول حي الخندق الغمي وهيدا بناية كتير قديمة وعندها فيها زخرة في كتير حلوة زخرة في كتير حلوة وبعتقدي بناية كان مفروض أن تكون فندق كان مفروض أن تكون قتال وما صارت تعملت أساس قتال وبعدين ما سمحت الظروف اللي كنت عم قوله أنه كان فيها بيوت تراسية وبناء تراسي كتير حلو وقدامهن بستين كانت منطقة غنية ولما طورت التجارة ببيروت اللبناني اللي قاعد بالمنطقة مناطق الزراعية أو الجبلية نزل على بيروت ليشتغل وقاعدوا الأكترية بالبشورة لأنه منطقة قريبة لبيروت لبيروت القديمة عم نحكي ولو يقدروا يقعدوا بهالمنطقة استأجروا أو اشتروا من الأصحاب البيوت اللي عندهم بستين أخذوا بالأرض عندهم ما كان ليعمروا قود لأنه أكيد الأشخاص اللي جايين من الجبل ما كان معهم هالأرض ميديات ليعمروا بنا كبير عم نحكي للناس الفقرة يلي طبقة العامة بقى أخذوا من هالأرض ما كان ليعمروا قود صغيرة غرف صغيرة وقدامها سيحة تجمعهم كلهم وحتى أوقات كان المطبخ مشترك أو الحمام مشترك والأهم من هيك أنه البشورة هي منطقة يلي كانت تغذي بيروت القديمة بكل شيء سيرفوسز أو صناعات أعايزتها المدينة منطقة صناعية وتجارية كانت مئة بالمئة ونذكر هون في زيروب النجارين زيروب الإزازين زيروب اللحامين المنطقة كانت تأمن كل شيء حتى اليد العامة كانت تأمنها لبيروت القديمة هلأ بالألف وثمينمية واثنينة وستين تعمرت المستشفى المستشفى قلب يسوع سموها بوقتها المستشفى من بعدها المستشفى الفرنسي يلي هي موقع على مدخل البشورة هلأ عم نشوف بالصور هون يعون المطبعة في مطبعة موجودة بي حي الخندق الغميق وبعدهم عندهم الأحرف الصغيرة الأحرف كانوا يلي يتبعوا فيها مطبعة من زمان مع أيامات بيروت القديمة وهلأ المطبعة يعني تجددت وبعدها قائمة مطبعة تاريخية كنا عم نحكي أنه في عنا الزواريب القديمة عنا المطبعة عنا الزواريب النجارين اللحامين الإزازيات والحلو لما نفوت على البشورة البشورة بوقتها في تاريخ كانت منطقة كان في المستشفى كنا عم نحكي عن المستشفى لأنه صار فيه مستشفى صار فيه كثير سكن وكان فيه كثير من الطايفة السريانية مش هيك تعملت تكنيسة مارجيريس السريان وهي بعدها موجودة لحديثة هلأ هي من التراث القديمة هلأ غير قصص فينا نشوفها بالبشورة هي أكيد في الجامع في المكتبة القديمة في بنا تراثي مصنف مصنف من قبل مدرية الأسار لأنه فيه إمفلونس عسماني أو فرنسيوي كعمار عم نحكي كأركيتكتر وكمان في عنا إذا مطلع سوى بالبسطة في عنا محلات الأنتيك في عنا كثير محلات فينا نشوفهم السايح بهمه يبرم عليهم وأهم من هيك في عنا مقبرة أسارية عنا مقبرة أسارية بترجع كمانا 1878 تعمرت فيها مدفن ويلي الشيم يلي هو أحمد حمدي والمدفن كتير مهم عم نحكي عن ويلي يعني مثل أهميته مثل أهميت رئيس الجمهورية هلأ بتصور وكان مسؤول عن منطقة كتير كبيرة الشيم ولبنان منطقة كبيرة يعني بيروت وسوريا لبنان وسوريا هي ملعة ثمانية لبنان وسوريا والموقع هونيكي وحتى المقبرة عنا صور لقلة بين الصور اللي حتينا مضبوط في مقطعة الصورة وهالمقبرة القديمة كمان فيها مدفن لشهداء وشهداء سقطوا خاصة بالحرب مع إسرائيل والناس كمان بتروح حتى إذا ما كانوا بيقربوا الشهيد بيروحوا وبيصلوا للشهيد الموجود هناك بقى في كتير قصص موجودة وكمانا حلو السياح يعني عم بتعرف على الكولتشر على السقافة على التواقف كان فيه أكراد كان فيه أرمن كان فيه سريان كان فيه سنة كان فيه شيعا يعني هالمنطقة بتجمع كل طواقف لبنان بالتاريخ هلأ بعدين مع الحرب الأهلية ما عد فيه كتير طواقف مجتمع لأنه الناس فلوا وهلأ أكيد الأكترية الموجودين هنا من الطايفة الشيعية أثناء مكان المستشفى تهدمت كله واكتشفوا مكان أثري مكان أثري مدفن روماني فيه كتير مدافن بيقولوا تقريبا 250 مدفن وكان فيه صور روماني هو بحيط بكلها المنطقة هذه هو مكان المستشفى لما تدمر وإجوا بدون يستثمروا هالأرض اكتشفوا أنه فيه أثارات قديمة بطلعت أثارات رومانية صحيح هلأ المهم كمان إذا لي عم نوصل البشورة بالدارك توريزم غير أنه بتفرجينا عن تاريخ الحرب الأهلية بس كمان بتاريخ البشورة يعني بالخمسينات لما كان الجيش الفرنساوي حد المستشفى الفرنساوي كان فيه مناوقشات كتير عم بتصير بين أهل المنطقة ومخندة الغلي وهدول الأثارات اللي اكتشفوه من بعد مع هدموا المستشفى المناوشات صارت بين أهل خندق الغمي والجيش الفرنساوي ليعبروا أنه هن منهم مع الانتداء بني ضد انتداء بالفرنسا وبعدين كمان بالخمسينات عيمات رئيس كميل شامعون صارت أول مظاهرات بلبنان كمان بمنطقة خندق الغمي لأنه صار فيه اختيار أول اختيار اللي هو الرئيس التحرير رئيس المحررين طبع الصحفيين يعني وكان عنده كمان جريدة تليغراف بقى كمان بلشوا المظاهرات يصيروا هونيك والخبرية كمان الحلوة فيما خبرها للسواح هو أنه فيه زواريب الحرامية زواريب الحرامية كانت كمان من زمان لما بيروت القديمة يعني عم نحكي كمان إيامات الخمسينات وهيك الجولدن إيرا طبع لبنان كان فيه كتير حرامية ينزلوا على الأسواق يسرقوا ويهربوا يطلعوا صوب الخندق الغميق ليوصلوا على حيات المدافين وينطوا فوقه والبوليس كانوا يخافوا ما كانوا يسترجوا يلحقون لو نبقى كان هول الخبريات بيعملوا قصة حلوة للسيح فيه كتير معلومات بعد ما احكيناها دهمنا الوقت عن أكيد ديمكن نتجا بنعمل يعني احنا متابعين بحلقات عن بيروت وأسبوع المقبل رح يكون عنا حلقة كمان عن ضواحي بيروت والبنى الأثري اللي موجود فيها والحكيات من ورها البنى بدي أشكرك كتير على المعلومات تك سألك شرين أسبوع المقبل متل ما ذكرت كمان بعدنا بمنطقة بيروت ورح نحكي عن مباني منشوفها ومم نعرف شو خبرياتها لا تعرف التفاصيل أكتر أسبوع المقبل بنفس الوقت مباشرة عبر ألايف وخلال الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام لابانون وذتويست استراحة ونتابع فقراتنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة